سلام كويتي فلوغر ضد ثلاث يوتيوبر ايش القصة خليه نبدأ لكن انتظر لحظة قبل ما تبدو نتمنى قدرون التعب وتحطون جر لك تشتركون بالقناة واستمتع يا حبيبي اوكي ليش اليوتيوبر كلهم صاروا ضد كويتي فلوغر الخصة بدت هو منزل كويتي فلوغر مخطعين الاول كان عن مسيح الدجال والثاني كان عن ماسونية بس خلي اوضح اشي هذا المخطع اللي هو تكلم فيه عن ماسونية مش عارف اذا هو هذا المخطع ولا مخطع ثاني لحسب ما عرفت انه هو كان حاطط صورة بنت سعودية مشهورة بصورة المخطع فاني مش شايف هذه الصورة فهل هو غير صورة المخطع او هو حد في المخطع بس هذا مو موضوعنا المهم هذول الفيديوهين كان يتكلم فيها واحد عن مسيح الدجال وكلها كانت معلومات خطأ ومن راسه فأول شخص تكلم عن موضوع كان هو كويلي تقريبا من حوالي شهرين تكلم انه كيف كويتي فلوغر جايز يكذب ومن هالكلام شوفوا المخطع رح حطوكم جزء من عنده تصدقون ليش مو هلأ هلأ سوي هلأ ليش نخلي باتر هني بالسناب نزيل وبالانستقرام دايركت قادي يصلي كذا شخص قادي يقولون كويلي داما انك داما تتكلم عن الماصونية وتتكلم عن مشاهر اكبع وروحهم للشيطان وتتكلم عن مشاريع الماصونية ليش ما تتكلمنا عن الماصونية الموجودين بالكويت والسعودية والخليج استقربت حالي من حالكم شوفوا هوا الماصونية صج يعني فعلا هم موجودين يعني بكل مكان لانه هي منظمة بالاخير وفي ناس ينضمون لها لكن الفيديو اللي دازليها واحد من متابعين فتحي ابواب شوفوا الماصونيين اللي موجودين عندنا شوفوا بالعالم كله الماصونيين اللي بالعالم كله شنهم قاملة مقصوعة لا يهشون ولا ينشون اللي موجودين بامريكا هم الاساس هم الاساس اوكي هم اللي يتحكمون هم اللي كل شي اللي موجودين بالعالم كله ولا شي لكن الفيديو اللي الرسلي الشخص اللي قاعد يتكلم اللي قاعد يتكلم اللي عقله موني عبدا الشذاب انت شذاب الشخص سبق اني قلتكم انه هو بعالم ثاني خلوه يعني خلوه هو مع عالمه الخاص انزين اتعاهد انا فلان اني انضم للماسونية احطها تشدي بلقطات سريعة علشان اثير فضول المتابع وخلي المتابع يكتب كومنتات انت انضم للماسونية طبعا هم الجهال فقط اللي يكتبون شذي فخلو خلو 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 مع سجيته هذا رد على عزيزي الشخص اللي يتشدب انت بمجتمع محافظة لما تتكلم عن موضوع مثل شذي لازم تتكلم بواقعية لانه بما انك دخلت محتوى القصص واقعية لازم تكون واقعي تتكلم عن القصة بواقعية اوتادك بواقعية لبينقل حقائك وضع اشياء وشدة بتوري الناس ان احنا مجتمع ماسونية الكويت المرتبة الثلاث تعش بالعالم فيهاماسونية والسعودية المرتبة التاسعة بالعالم فيهاماسونية انا ماد من المتابعين السعودين شو مو كاملين يتابعونا�و المتابعين الكويتين شو مو كاملين يتابعونا طبعا المقطع واضح جدا انه كان يتكلم على كويتоп로قgang اغلب كان يعرف هذا الاشي طبعا المقطع طويل جدا ما راح قد راحطوكم بالكامل ولكن هحطوكم رابطة بالوصف في شخص منزل سنابات كوية كاملة فاذا حابين انكم تشوفوه الوهم هذا كان اول شخص يتكلم على كويتي فلوغر بعدها تقريبا من الاسبوع تقريبا حوالي احمد ومحمد ايضا تكلموا على الموضوع وانه كيف كويتي فلوغر جايز يجيب كلام من راسه وتكلموا ايضا على اكثر من مقطع يعني وبنفس الوقت كان يقول كويتي فلوغر يعني الصراحة اشياء ما تدخل للعقد لانه اسسه حتى ما كان حظ في مصادر طبعا القوصة ما وقفت الى هنا اليوم نزل المقطع من فيصل ايجي وتكلم على الموضوع وتكلم على كويتي فلوغر وانتقد الصراحة انتخاط جدا جميل وجدا محترم كان يتكلم على كيف انه جال استخطأ بمسيح الدجال انه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انه هو راح يطلع بايران وبنفس الوقت كويتي فلوغر قاعد يقول ممكن يطلع بمدينة اللي حاب اساسا يعرف يعني القصة بالكامل حاليا راح نقولكم هل كويتي فلوغر يستحق هذا الهجوم؟ صراحة اكيد لا بالنهاية هو يتكلم على مواضيع وما ترأيه الشخص بيها وفي مليون يوتيوبر تكلموا ايضا على قصص ومؤامرات ما الامها وجود بالعالم بس ليش التحديد والهجوم كان على كويتي فلوغر وفوكل هذا هو لما نتكلم مثلا على الماسونية او على المسيح الدجال مثلا على المسيح الدجال كان قال انه جبت شفت مقطع هندي يتكلم على الموضوع ما قال انه هو اتفاق مع هذا المقطع قال انه يعني اعلمون شوي يتطول المقطع وتكلم على الموضوع فماذا صراحة هذا هو رأيي بالموضوع انه ما كان يستحق صراحة هذا الهجوم الكبير اللي صار عليه بالنهاية هو جاسي يقول قصص يعني في كثير واحد يقول يقولون قصص اساسا مثل ما قلت محقيقية ومحد مهتم فبالنهاية اردتكم تكتبولي رأيتكم بالكومنتات اذا هل انتم مع كويتي فلوغر او انتم ضده ما ادري صراحته وبس ان شان ما كفاءت زي ما خالف مملكة الخصص اشتركوا بالقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة